هذه الوثيقة التي تحمل الرقم 71836 وعنوانها شهادة تسجيل تؤكد أممياً أن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية ليس بين لبنان والولايات المتحدة وليس بين إسرائيل والولايات المتحدة كما أوحت السلطة لشعبها إنما هو اتفاق بين الجمهورية اللبنانية ودولة إسرائيل سجل في الأمانة العامة للأمم المتحدة بتاريخ 22 كانون الأول 2022 وصدقته الأمم المتحدة في 14 شباط 2023 حسب معاهدة فيينا كل دولة مجبورة تحترم الاتفاقيات اللبطائية والمعاهدات اللبطائية عليها كيفية دولة لبنانية بكل بساطة تعمل أنراجمان يعني اللي هو أكتر تنظيم إذا بديك لأمر واقع على هالحدود اللي هو البترول القائم بين الدولتين بينما عملنا الرينجمنت بيحلل لأمر واقع هالأمر واقعي قابل للتطور والتغيير في حين الأمر الأنويلا يتغير مثل الاتفاقيات بين حكومات أو بين دول اتفاقية بين حكومتين لما حكومة بتجي محل حكومة تانية فيها ترجع عنه بس دولتين بيتفقوا على شيء هذا إكرار بالإضافة إلى الوثيقة الأولى راسلت الجمهورية لبنانية نيويورك مباشرة وأودعتها وثيقة أخرى نشرها أيضا موقع الأمم المتحدة وهي بعنوان إسرائيل ولبنان ورقمها 57582 تتضمن تفاصيل المراسلات الثلاثية بين الولايات المتحدة إسرائيل ولبنان المفاجئ في تفاصيل هذه المراسلات هو التأكيد أن موضوع الحدود البرية منفصل ومستقل عن الحدود البحرية والغموط في تثبيت نقطة رأس النقورة وثالثا عدم إداع الأمم المتحدة من قبل الطرفين إحداثيات المياه الإقليمية نحن دايما بالضياع نحن دايما بعدم الوضوح نحن دايما بعدم إسارة النقاط المهمة نحن ولا مرة نواجه المشكل دايما نتوارب على المشكل وكأنه المضمون ما بيهمنا بيهمنا فقط الشكل لأنه نحن أنجزنا هالمشروع كان بيهمنا الشكل مش المضمون كان بيهمنا ننجز بأساعة وقت ممكن بغض النظر شو أنجزنا وكم أنجزنا هل غشت السلطة اللبنانية اللبنانيين واعترفت بإسرائيل؟ واليوم ومع الحديث عن الترسيم البري هل نقش من غش جديد؟